الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبدأ بإذن الله تعالى بشرح متن مختصر يسمى متن الأصول الثلاثة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد وعلى الله وصحبه الجمعين نعم قبل أن نبدأ بشرح هذا المتن نسأل أسئلة خمسة نعم السؤال الأول لماذا ندرس التوحيد حق الله سبحانه وتعالى على العبيد خلقنا لنوحد الله سبحانه وتعالى لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عبادة إلا بالتوحيد والله لا يقبل الله سبحانه وتعالى لا صيام ولا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا أي عبادة إلا بالتوحيد وليد في الجنة إلا موحدة ثم قد يسألك بعض الناس يقول لك هل أنت موحدة؟ يقول نعم أنا موحدة يقول لك ما هذا التوحيد يسألك يسألك ما هذا التوحيد هل أنت موحدة تحديى هذا الكلمة ما تذكر هذا يسوغ وكذب مملكة قد يسألك يقول لك أنا أزوه يا موحدة ما هذا الشرك الذي حرم الله عليك إذا كنت تعرفه الحمد لله وإذا كنت لا تعرفه نقول لعلك واقع في الشركة الأكبر أنت لا تدري عنه إذن أوجب الواجبات وأول واجبات هو التوحيد لذلك الأول على المسلمين هو التوحيد أهضم المحرماات الشركة صلى الله عليه وسلم أعلم الأولى من المسلمين هو التوحيد